مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم مهم جداً من الناحية التاريخية ومن الناحية أيضاً الكتابية وهذا الموضوع هو خروج بني إسرائيل من مصر هل هو حقيقة أم قرافة؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن تاريخية موسى وقلت إن موسى شخصية تاريخية وهناك أدلة وبرهين كثيرة بتؤكد لنا إن موسى شخصية تاريخية ولد وتربى وتعلم أو تهدب بكل حكمة المصريين والرب دعاه وأخرج شعب إسرائيل من مصر طيب هل بقى الخروج نفسه كحدث؟ الخروج ده حقيقة أم خرافة؟ هل هناك ما يدل على إنه حدث تاريخي؟ أو كما يدعى البعض إنه لا يوجد أبداً أي آثار تؤكد على خروج بني إسرائيل من أرض مصر؟ لا توجد لهم آثار في مصر ولا توجد لهم آثار في سينة ولا نجد أي براهين تقول إنه هنا عايش بني إسرائيل وهنا صار بني إسرائيل أربعين سنة؟ فهل هو فعلاً حقيقة أم خرافة؟ موضوع مش جديد موضوع يعني بيتناقش فيه النقاد من فترة طويلة لكن عايز أقول إنه تاريخية موسى وتاريخية الخروج هم نفس الموضوع يعني لو موسى شخص تاريخي يبقى الخروج تاريخي ولو الخروج تاريخي يبقى موسى تاريخي يعني إحنا بنتكلم هنا عن وجهان لعملة واحدة ما ينفعش أبداً أقول إنه الخروج ممكن له أدلة لكن موسى ملهوش أدلة أو العكس فتاريخية موسى وتاريخية الخروج هم وجهان لعملة واحدة وعش كده أنا عملت عنهم حلقتين حلقة اتكلمت فيها عن موسى والحلقة دي هتكلم فيها عن الخروج لما كلمت عن الحلقة من كام أسبوع كلمت عن هل قصة موسى مأخوذة من قصة سرجون الأقادي وبالأخص وضعه في صفت وحطه عند المية وبعدين ينقذ وبعدين يبقى شخص عظيم هل قصة موسى مأخوذة من قصة سرجون الأقادي لما حطينا الفيديو ده على اليوتيوب وهو موجود بالعنوان ده على اليوتيوب بعض الناس بدأت والمشاهدين بدأوا يتفاعلوا مع الحلقة لكن جالي هذا التعليق وهو تعليق طويل أوي لكن أنا أخذ منه بس فقرة واحدة بيقول لي دكتور القصة أشرف عزمي إن كان علماء الأثار اليهود لم يجدوا أي أثر لموسى ولا لليهود في مصر وهم الأولى بموسى فلماذا تدافع أنت عن موسى؟ إذا كانوا علماء الأثار بيقول لي اليهود نفسهم لم يجدوا أي أثار لا لموسى ولا للخروج من مصر فأنت ليه بتدافع عن موسى؟ أقول لك ببساطة ليه بدافع عن موسى؟ لأنها لأني أؤمن بالوحي الإلهي لأني أؤمن بمصدقية الكتاب المعدس لأني أؤمن إنه كتبها أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس لأني أؤمن إنه الأحداث ديا أحداث تاريخية حصلت في مكان وفي زمان ما لأن الرب يسوع أشار إلى موسى وأشار إلى الخروج لأن الخروج وموسى يعتبروا يعني شخص موسى من أهم الشخصيات في الكتاب المعدس وحادث الخروج بالنسبة لشعب إسرائيل بيمثل بالنسبة لشعب إسرائيل بيمثل في الأهمية حادث صلب وموت المسيح بالنسبة لنا في العهد الجديد فطعن في مصدقية موسى ومصدقية الخروج هو طعن في الكتاب المعدس طعن في الوحي الإلهي طعن في أيضا لهوت المسيح طعن في كل الكتاب المعدس فمشان كده مهم جدا نحن نجاوب على السؤال هل فعلا موسى شخص تاريخي وهل حادث الخروج حادث تاريخي أم إنه حادث خرافي طيب زي ما كلمت عن موسى الحلقة اللي فاتت وعرضت أيضا هذه الصورة اللي هي لمجلة التايم ماجازين يطور من أشهر المجلات العالمية ودايما مجلة التايم تختار موضوعات كده شائكة تطرحها وتتناولها من ضمنها كان هذا الموضوع شايفين صورة موسى نازل من على الجبل حامل في إيده لوحي الشريعة والعنوان بيقول إيده بايبل فاكت أو فكشنز هل الكتاب المعدس حقائق أم تأليف خرافات يعني فكشنز يعني قصة لكنها غير حقيقة رواية غير حقيقة هل هو حقيقي ولا غير حقيقي ده الموضوع الأساسي وموضوع الأساسي هو موسى والخروج من أرض مصر دكتور ماجدي أو الماجدي برضو طرح هذه القضية وبيشكك في موسى وبيشكك أيضا في الخروج أنا أسألك هذا السؤال دكتور يعني لما أنا أجي للحضارة المصرية فيها خمسين نوع من أنواع المكياج والزينة والملابس والأحياء وإلى آخرية وعندي أنواع الأسلحة مالتهم آلاف الأنواع هي وصورها موجودة وعندي أنواع الجيوش وعندي المعارك واحدة بعد الأخرى كل شيء مذكور بالتفصيل لكنه لم نذكر أن شخص متمرد اسمه موسى خرج على الفرعون والفرعون تبعه بالجيش هذا ما موجود وهكلم لي مش موجود وهكلم لي لم يسقل لأنه دي جزء أصيل من الثقافة والتفكير المصري القديم لماذا لم يسجل هزيمة فرعون ويس وخروج شعب إسرائيل من أرض مصر فعدم تسجيلها في الحفريات أو في النقوش المصرية لا يعني عدم حدوثها لأنه في حاجات كثيرة حدثت ولم تسجل في أمور كثيرة تمت ولم تسجل وكان لها أهمية تاريخية طيب أجي إلى نفس الموضوع أيضا الجريدة المشهورة الإنجليزية The Guardian نشرت أيضا موضوع تاريخية موسى وتاريخية الخروج تحت عنوان Man vs. Myth رجل مقابل بسطورة وهل من المهم Does it matter if the Moses story is based on fact هل يعني مهم أنه قصة موسى تكون مبنية على حقائق حقائق هنا بيكلم على تاريخ هل من المهم عشان نؤمن بيها أنها تكون مبنية على حقائق تاريخية ولا لا والكاتب لخص رأيه الكاتب خليني أكتب له نترجمت الرأي بتاعه في المقال اللي كتبه اللي هو أندرو براون أندرو براون قال لنا إين قال لنا موسى ليس شخصية تاريخية ولا يوجد سبب من علم الآثار يؤكد أن الخروج حدث تاريخ ده The Guardian ده The Conclusion الملخص بتاع المقالة اللي اتكتبت عن الخروج وعن موسى أن موسى ليس شخصية تاريخية ولا يوجد سبب من علم الآثار There is no reason أو خلينا أقول لها حطة There is no evidence يخلينا نؤمن أن الخروج حدث تاريخي هل الكلام ده صحيح ما هو لو الكلام ده صحيح يبقى إحنا في وردة مش بس المسيحيين كمان المسلمين اليهود في وردة لأنه العهد القديم تكلم عن الخروج وبيكلم عنه بالتفصيل بل هو مركزية العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن مصدقية الحدث وشخصية موسى والإسلام خد من الاتنين وتكلم عن موسى وتكلم عن فرعون فلو لو الأمر ده صح إنه موسى ليس شخصية تاريخية ولا يوجد أي برهان على الخروج من أرض مصف وإنها دي مجرد يعني خرافات يبقى إحنا في وردة طيب هنا في الحوار دو بينقش قضية فرعون ووجود شخصية فرعون هيريدوت يعني علماء المصريات بيقولوا إن لقب فرعون آه ما كانش سائد في الدولة القديمة والتده يبقى له انتشار مع الدولة الحديثة أيوة بداية مع تحوتمس الثالث طيب بيزور مصر القديمة هيريدوت في القرن الخامس قبل الميلاد بيجوب البلاد بطولها وعرضها وبيتكلم مع كل الفئات من الشعب لكن بتاخله سجلات هيريدوت من ذكر أن المصريين في هذا الفترة في القرن الخامس قبل الميلاد كانوا يعشرون إلى الملك بفرعون يخلو من هذا يخلو جميعا هو عايزي قوليه بيقولك إنه هيريدوت اللي هو يعتبر كاتب التاريخ لما نزل علشان يكتب تاريخ مصر ويتقابل مع الناس في مصر في القرن الخامس قبل الميلاد بيقول إنه سجلاته تخلو يعني اللي هو كتبه عن مصر سجلاته تخلو من الإشارة إلى فرعون إنه الناس ما كانتش بتشير إلى الملك على إنه فرعون أنا عندي نقطة ملاحظتين هنا أول حاجة الفرق ما بين هو بيقول إنه الإسم دو أو اللقب ده كان موجود في أيام تحطمس الثالث يعني أنت بتكلم على سنة 1500 واربعة قبل الميلاد إلى سنة 1450 ده حكم تحطمس الثالث ما أحدش بسوت لأنه فترة حكمهم كانت مع بعض كويس فأنت بتكلم على الفرق الزمني ألف سنة ما بين إنه اللقب كان بيستخدم فرعون وبعدين نفس الوقت هيروديت لم يذكر إنه المصري كانوا بيشيروا إلى الملك على إنه فرعون ده طبيعي أنا النهاردة أعيش في ألف تسعمية أسرع ألفين أربعة وعشرين كويس يفصلني عن سنة 1953 يفصلني حوالي سبعين سنة قبل 1953 1953 كنا نشير إلى الرئيس على إنه الملك الملك فاروق مصري كانت ملكية فكان يشار إليه كالملك محدش يقول للرئيس كلمة الرئيس مش موجودة لكن لما تحولت مصر إلى يعني هي ما بقتش ديمقراطية يعني لكنها بقي فيها رئاسة بقى أصبحنا بنقول للمن هو في السلطة الرئيس ده فرق سبعين سنة مش 1500 سنة بيس حاجة تانية اللي عايزة أقولها في الفيديو ده عدم ذكر هيرودت إنه المصريين كانوا بيشيروا إلى الملك العلقين وفرعون عدم ذكره لا يعني عدم حدوثها ده بنسميه argument from silent يعني يعني واحد بيعارض ومعارضته أو نقضه مبني على عدم الذكر عدم ذكرها لا يعني عدم حدوثها عدم ذكرها لا يعني عدم حدوثها ده مبدأ بنعرفه وبندرسه ومعروف جدا في دراسة التاريخ وفي دراسة أمور كثيرة فعدم ذكر هيرودت إنه الناس كانت بتقول على الملك إنه فرعون عدم ذكرها في سجلاته لا يعني عدم حدوثها ويس لكن الطعن في إنه ما كانش فيه فرعون وإنه القصة بتاعة موسى وفرعون دي قصة يعني خرافية هذا الطعن ليس له أساس طيب أجي إلى نقطة مهمة وسؤال مهم على أي أساس يتم الطعن في تاريخية الخروج من مصر ما لازم يكون فيه أساس أنت النهاردة بتيجي تقول لي الخروج لم يحدث أوكي على أي أساس أنا أقول لحضراتكم الأسس التي يبنى عليها هذا الطعن أول حاجة بيقوله لنا بيقوله هلنا أنا مش بقول إنها صح ولا غلط أنا بقول للأسباب اللي هما بيفكروا فيها إنه على أساسها الخروج لم يحدث أول سابه بيقولك عدم موجود أدلة مصرية مثل سجلات أو مستندات رسمية تذكر ذلك يعني لما نفتح السجلات الرسمية المصرية القديمة هذه السجلات ليس فيها ذكر للخروج وده اللي بيقوله هنا هذا الفيديو كل أجمع على أن اليهود لم يدخلوا مصر حتى يخرجوا منه ده بناء على علم الأثار يقول ليس من المعقول أن العبرانيين في سيناء قعدوا أربعين سنة لم نجد شأفة لم نجد حجر أنا أسألك هذا السؤال دكتور يعني لما أنا أجي لحضارة المصرية فيها خمسين نوع من أنواع المكياج والزينة والملابس والأحذية وإلى آخرية وعندي أنواع الأسلحة مالتهم كل شيء مذكور بالتفصيل لكن لو لم نذكر أن شخص متمرد اسمه موسى خرج على الفرعون والفرعون تبعه بالجيش هذا ما موجود طيب يعني اللي اتنين بيقولولنا الآتي موسى مش موجود في السجلات الرسمية ولا يوجد أدلة تاريخية من علم الأثار بتقول أنه العبرانين كانوا في مصر وخرجوا من مصر أنا السؤال اللي بطرحه هل كمصريين وهل كعلم الأثار علماء الأثار هل نملك كل السجلات المصرية القديمة هل نملك هل نملك السجلات المصرية القديمة كاملة كاملة هل نملك السجلات المصرية القديمة المرتبطة بكل أسرة وبكل ملك وبكل فترة زمنية بالتأكيد لا وأي واحد بيدرس علم الأثار يعلم ذلك جيدا أن احنا لا نملك السجلات المصرية القديمة كاملة سجلات مصرية قديمة ضاعت ولا يمكن استرجاعها جبت كلام ده منين كلام ده بيأكده عالم المصريات المشهور كينيس كيتشن ويس لما يقول لنا في طين الدلتا الراتب لا يمكن أن يبقى ورق البرد يعني كل السجلات اللي كانت موجودة في الدلتا نتيجة ظروف التقصية والفيضان والطين الراتب بتاع الدلتا لا يمكن أبدا أنه البرديات المسجلة هناك تعيش سواء كان هذه السجلات تذكر العبرانيين أو تذكر غير العبرانيين إحنا عندنا معظم السجلات اللي موجودة بترجع إلى مناطق الصعيد لأن الجو الجاف والحار لكن في الدلتا صعب بعبارة أخرى ده اقتباس من دكتور كيتشن ويس في كتابه مصداقية العهد الأديم وده يعتبر مرجع كبير جدا للمختصين في دراسة تاريخ العهد الأديم وعلم الأثار وارتباطه بالعهد الأديم بيقول لنا إيه بيقول لنا بما أن الأرشيف الرسمي للقرن الثالث عشر من مراكز شرق الدلتا الرجل ده مش بيكلم على يعني كلام أي كلام الرجل اللي عارف هو بيكلم بيقول إيه عارف فين المراكز الرئيسية وعارف فين السجلات كانت موجودة فبيقول أنه الأرشيف الرسمي للقرن الثالث عشر من مراكز شرق الدلتا مفقود بنسبة مية في المية إيه دا يعني القرن الثالث عشر الأرشيف الرسمي بتاعه اللي مرتبط بالدلتا مفقود مية في المية عش كده بيقول لنا فلا يمكننا أن نتوقع العثور على إشارة فيها للعبرانين أو لأي شخص آخر أساسة مفقودة والعبرانين سكنوا سكنوا في الدلتا الربعمائة سنة اللي عدوها في مصر كانوا عاشيين في الدلتا في أرد جوشن في الدلتا طيب هتقول لي أوكي ماشي لو قلت أنه البرديات اللي مكتوب عليها والأرشيف الورقي اللي هو البردي ضع فقد لما احنا مش بنجيب التاريخ من الأرشيف البرديات بس احنا بنجيبه أيضا من النقوش على الجدران ففي حاجات بتبقى منقوشة على الجدران وبنعرف التاريخ وبنعرف أسماء ملوك وبنعرف حروب دخلوها من مجرد إراية ما كتب على جدران المعابد أو المقابر أقولك صح هتقول لي طيب لو هو صح لماذا أيضا لا يوجد ذكر الخروج مسجل على جدران المعابد المصرية أقولك أنت بتتحك صح أنت بتحرج هو في حد زمان كان بيكتب هذا إيمو أنت تعرف أي عن الثقافة المصرية القديمة كلام ده اللي جاب على السؤال ده بيقدمها لنا جيفري شيلر ويس بيقول لنا إيه بيقول لنا لا حاجة مهمة جدا بعلم المصريات القديمة بيقول لنا السجلات والنقوش الرسمية في الشرق الأدنى بصفة عامة ومصري بصفة خاصة ويس أن السجلات والنقوش الرسمية في الشرق الأدنى القديم كانت تكتب لسببين السبب الأولان لإثارة إعجاب الأليحة لأن هذه المعابد هي لعبادة الأليحة فبالتالي أنا بسجل فيها ما يعجب الأليحة ما يثير إعجابهم وفخرهم والسبب الثاني أنه أيضا ما يجعل الأعداء يعني يخافوا ولهذا لا تتضمن أي ذكر لتدمير جيش الفرعون المخلد على جدران المعابد المصرية جيوش مصر المسجلة على المعابد هي تسجيلات للخلود وهذا الخلود مرتبط بمجد وانتصارات ولا يكتب أبدا المصري القديم هزائمه دا لو في أسرة جات وحلت مكان أسرة كانت بتمحي اللي مكتوب على المعابد من أمجاد الأسرة السابقة فما بلك بالهزائم المرتبطة بشعب وب تخليد تاريخ شعب مثال على ذلك هديكم مثال على ذلك مثال على ذلك في بعد معركة قادش سنة 1274 74 اللي قدها رمسيس الثاني معركة قادش دي اللي قدها رمسيس الثاني كاد كاد أن يفقد حياته تعرفين لما الملك يبقى يعني يفقد حياته في معركة معناها أنه تحزم وعرفين أنه ممكن أنه يعني لما يقولك أنه كاد يفقد حياته أنه أنه إزاي حياته كاد في المعركة في خطر ده معناها أنه ما انتصارش ويس فرمسيس الثاني كاد أن يفقد حياته في هذه المعركة إلا أنه اللي سجله عن المعركة كأنه صنع انتصارا عظيما مع أنه كاد أن يفقد حياته ولم يستولي على أي حدود جديدة يعني يعني يدوبك حافظ على حدوده ما استولاش على مدن جديدة لكن لما رجع من المعركة دي اللي فيها يعني يعتبر شبه مهزوم كتب إيه انتصار عظيم عشان كده الحكام القدماء لا يخلدون هزائمهم الهزائم لا تخلد طب الخروج من مصر كان إيه ده مش هزيمة ده كان مازلة ده كان انكسار ده كان نقطة سودة في تاريخ المصريين ده جاب منخرهم الأرض هيذكروها ويكتبوها عشان يخلدوها ده احنا لما تهزمنا سنة سبعة وستين جنودنا كانوا ميتين وجيشنا كان مهزوم وهربان والراديو وقتها عمال يزيع أغاني نصرة وانتصار عظيم وبيان على انتصارنا على الأعداء ده ده حديثا ده حديثا طبعا النهاردة كتابة التاريخ مختلف لأنه النهاردة مش بس اللي بيكتب التاريخ هو الغالب لكن النهاردة مع انتشار المعلومات والتلفزيون والميديا والكل الوسائل دي انت تقدر تقول تقدر تحلل تقدر تكتب التاريخ من وجهة نظرك فممكن تجد يعني حتى لو الأمريكان قالوا لك احنا انتصارنا في العراق لكن ممكن تجد مثلا في رواية عراقية أخرى تقول لك لا ده الأمريكان يتزالوا في العراق أو العكس لكن زمان مع انتشار الأمية وعدد قليل أو من الشعب كان يعرف الكتابة والقراءة ولا توجد الكتب متاحة ولا حتى البرديات متاحة فاذا كتب في بردية للسجلات الرسمية يكتب الانتصار واذا دشن الفرعون معبد لتخليد اسمه وتعظيم اله عمره ما بيكتب فيه الهزام مع انه بيكون مهزوم ومزلول في بعض المعارك لكنه لا يسجلها فالناس اللي تقولك لماذا لا نجد تسجيلات وسجلات ونقوش على المعابد تقول انه شعب اسرائيل خرج من مصر جوزيف فيه في كتابه Archaeology and the Bible History قال لنا هذه المعلومة قال ان الدربات وخروج شعب اسرائيل كان كارثة وطنية disaster عارفين يعني ايه كارثة وطنية عارفين يعني ايه يخرج من بلدك العمالة اللي انت ما اعتمد عليها حوالي اثنين مليون عارفين كارثة وطنية مصر اتضربت اتهزمت اتزلت كبير عشكده دربات دربات وخروج اسرائيل كان كارثة وطنية ولهذا تم تجنبها بعنايا في السجلات الضخمة السجلات الرسمية علاوة على ذلك عندما يتم تسجيل شيء لا يتماشى مع عظم عظمة النظام السابق يتم محو في اول فرصة مثال على ذلك بعد طرد الهكسوس من ارض مصر الهكسوس الرعاة الساميين اللي جم واحتلوا منطقة الدلتا وخلوا المصريين كلهم يهربوا الى الطيبة وبعد كده جي احمص وحرر البلاد لما جي احمص وحرر البلاد من الهكسوس عملوا ايه المصريين عملوا ايه دمروا كل الاثار المرتبطة بالهكسوس ما الهكسوس لما جم ما كانوش عبيد الهكسوس لما جم جم كغزاء وصار ليهم مدنهم واثارهم النهاردة لما تيجي تدور على اثار الهكسوس ما تلاقيش مع انهم استولوا على مصر فترة طويلة ما بين 100 الـ 120 سنة او اكتر معش كده احنا حتى مش عارفين تاريخهم بالزبط لكن لكن هي الفكرة انه ده كان الوضع والنظام لا نجد النهاردة اثار للهكسوس ليه مش لان الهكسوس ما احتلوش مصر لان المصريين لم يتركوا الاثار المرتبطة بالهكسوس دمروها كلها تاريخ اسود لا تريد ان تتذكروا ولا تريد لأولادك ان يتذكروا من بعدك فبتعمل في ايه بتعمحو طيب نيجي الى سينة هتقول لي طب ماشي خرجوا يبقى السجلات الرسمية قلنا انه بعض السجلات مش موجودة لفترات زمنية كثيرة لحقب من الزمن مش موجودة حاجة تانية النقوش اللي موجودة على الهياكل والمعابد المصرية لا تخلد الهزائم ابدا هتقول لي ماشي خلاص خرجوا من مصر وراحوا سينة يعني قعدوا في سينة اربعين سنة ولا يوجد اي اثر ما لهمش اثار في سينة وده سؤال منطقي سؤال مهم بس خليني اجاوب على السؤال ده في نقطتين النقطة الاولى هل علماء الاثار نقبوا في سينة ولم يجدوا ادلة علماء الاثار لم ينقبوا في سينة جبت كلام ده منين كلام ده قاله البروفيسير بول ميير استاذ التاريخ القديم بجامعة ميتشيجن قال لنا وده استاذ التاريخ القديم قال لنا لم يتم في سينة اي عمل حفر اثري ممكن اللي بيقولولنا اللي مش موجودة في سينة زي مثلا الدكتور وسينة يقول لنا ايه اسماء المجموعات العلمية اللي قامد بالحفر والتنقيب عن اثار في سيناء ممكن يقول لنا يدينا مثلا كده عشر مواقع مثلا بيحفروا فيها في سينة عشان يدوروا على اثار مفيش فعليا مفيش ده احنا في الدلتة ومش عارفين من كترة يعني اولا المقتزة بالسكان الاثار مدفونة تحت بيوت يعني اما سينة فطبيعة الطقس وطبيعة السحرة وطبيعة المكان وطبيعة عدم وجود حياة في المكان في معظم السيناء يعني انت هتروح في الشتاء ولا في الصيف تدور عش كده بيقول لنا بول ماير انه لم يتم في سينة اي عمل حفر اثر ربما تكون الادلة موجودة لكنها تحتاج الى من يحفر ويكتشفها دي نقطة الاولينية في الاجابة على لماذا لا نجد اشياء في سيناء الاجابة التانية ويس الاجابة التانية هقول هنا انت عايز ايه من الناس رحالة رحالة انه يتركوك اثر في سيناء عايز بيوت ومش هيبنو بيوت لانه سيناء ما كانتش للسكن سيناء كانت ترانزيت نقطة نقطة انتقال من مصر الى كنعان معابد شهيبنو معابد معاهم ايه معاهم اللي خدوه من مصر لو طبق ولا شوكة ولا سكينة ولا عربية كارلو جارين عليها الحاجات ولا خشب وعصيان ده اللي يبقى معاهم لما خرجوا من مصر لم يأخذوا بيوت ولم يأتوا الى سين اللي كان ما يبنوا بيوت عش كده ما فيش اثار لانه السببين دول السبب الاولان انه لم يتم في سين اي عمل حفر اثري جاد على مساحة واسعة حاجة تانية انه الشخص اللي بيتنقل من مكان لمكان ونازل ترانزيت في مكان ما بتركش فيه اثار قد تكون موجودة لكنه محدش حفر محدش طلع ومحدش نقب انما تيجي تتكلم بالمطلق انه بما انه ما فيش في سينة لانا حاجة وانت اساسا ما دورتش لما تيجي في سينة تقول لي انه ما فيش في سينة اساسا اثار تدل على وجود العبرانين طلعبانين ما هي ما هي سينة مليانة قبائل والقبائل دول كانوا عايشين في خيام زمان ايه الاساسار اللي تركوها في سينة ولا حاجة لانه بيتنقل بخيم الخيمة النهاردة عندهم بيوت تقدر تروح مثلا مناطق معينة مدن معينة في سينة وتقول اه الناس سكنة هنا الناس سكنة اللي هم بنوا بيوت وعاشوا فيها طيب هل يوجد اكتشافات مهمة مرتبطة بالخروج اكتشافات مهمة مرتبطة بموسى ومرتبطة بالخروج هل هل عندنا اي اشياء تقول لنا تقول لنا صدق الرواية الكتابية صدق الرواية الكتابية يعني الكتاب يتكلم عن كذا فممكن نجد في مصر كذا أنا هذكر بعض من هذه الأمور لما كلمت في حلقة عن تطور اللغة العبرية في الكتابة وكلمت عن مخطوطات العهد الأديم كلمت عن حاجة مهمة جدا بيسموها يعني اللي هي الحروف اللي وجدوها مكتوبة الحروف السامية مش الهيروغليفية حروف البدائية للعبرية وجدوها في سيناء مع بداية القناة العشرين اكتشف العالم نموذج من الحروف الهيجائية مكتوبة على حجر في سيناء تعود إلى القرن التسعتاشر حتى القرن الخمستاشر قبل الميلاد هذه الحروف يعتقد أنه كتبها العبرانيين لأن المصريين ما كانوش بيكتبوا هذه اللغة هذه اللغة هي اللغة العبرية البدائية قبل اختراع الحروف المربعة اللي هي الأرامية أو قبل اكتشاف الحروف الفينقية اللي قد كمان قبل الحروف الأرامية يعني تطور لغة انت عندك بنتسميها بروتوسايناتك وبعدها بييجي الفينقية وبعدها بييجي الحروف المربعة أو الحرف المربع أو الحرف الأرامي كويس فهذه الحروف الكتابة دي وأوريكوا صورتها على الشاشة هذه هي الحجر وبيبقى منقوش عليه بآلة حدة هذه الحروف ويس وهذه الحروف بيقول الكتابة دي ترجع إلى الفترة الزمنية ما بين القن 19 قبل الميلاد إلى القن 15 لما هذه اللغة أو هذه الحروف تطورت ودي يعتقد أنها اللغة التي كتب بها موسى التوراة وكانت الإجابة وقتها أنا بجاوب على سؤال هل الحروف كانت مخترعة عشان موسى يكتب التوراة ولا لأن الكتابة لم تكن معروفة من ضمن الإجابة أنه هذا الاكتشاف طيب كلمت في حلقة موسى عن كلمات مصرية موجودة في النص العبري خروج 2 وعدد 3 كلمت عن الصفت كلمت عن الزفت كلمت عن أيضا الحلفاء كلمت عن النهر في حروف في كلمات مصرية مصرية استخدمها النص العبري في كلامه ووصفه لميلاد موسى وده دليل على أن الكاتب عاش في مصر وتأثر بالكلمات والثقافة المصرية ممكن لحضراتكم ترجعوا إلى الحلقة السابقة عن تاريخية موسى لأن أنا اتكلمت عن هذه الكلمات بالتفصيل في الحلقة الماضية طيب في بردية بيطلق عليها بردية بروكلين وبردية بروكلين من البرديات المهمة جدا جدا بتقول لنا ايه بردية بروكلين هذه البردية المصرية هي بردية مصرية بتعود هذه البردية إلى قرن الثلاتاشر أربعتاشر كويس وجدت في مصر هذه البردية هي سجل لشخص كريم يعني من الناس النبلاء شخص نبيل في مصر اسمه سينبستي وكاتب في هذه البردية أسماء العبيد اللي كانوا عنده كاتب أسماء العبيد اللي كانوا عنده فكاتب في البردية دي خمسة وتسعين اسم من أسماء العبيد اللي كانوا بيخدموا عنده عدد من هذه الأسماء ليست أسماء مصرية بل هي أسماء في الأصل عبرانية يعني لما بتقع بين إيد العلماء بردية بيدرسوا كل كلمة فيها كويس حتى الأسماء النهاردة لو أقدر أميز بسهولة جدا بين الأسماء المصرية مثلا والأسماء المغربية بسهولة يعني بمجرد أن الشخص يقول اسمه أقدر أقول له آه أنت مش مصري شكلك كويس حتى لو بيكلم اللغة العربية لأنه اسمه مش من الأسماء المصرية المعروفة فبالتالي الأسماء بتدي انتباع عن جنسية الأشخاص جنسية الأشخاص يعني النهاردة لما في أمريكا مثلا وألاقي واحد يسمه عمر عمر أعرف أنه مش من أصل أصلا أصلا يعني من أصل ميدل إيست من الشرق الأوسط بسهولة أي نعم بعض المسلمين في أمريكا مع اسم محمد يقولك مايكل يعني معرفش إيجاب محمد راح لزيلة مايكل بس يعني حولها أو مايك يعني يدعي اسمك مايك لكن اسمك الفعل إيه يقولك أم محمد فالأسماء بتدي انتباعها لجنسية الشخص يعني أنا اسمي أشرف على طول محدش هيقولي أن أنا أصل ألماني ولا إيطالي هيقوله آه أشرف ده اسم مصري ويس فالفكرة أنه هذه الليستة هذه القائمة بتحوي أسماء هذه الأسماء فيها أسماء عبرانيين ويس من ضمن هذه الأسماء الاسم العبري منحمي من حمية من حما من حما هو الصيغة المؤنسة من الاسم العبري من حين اللي مسكور في ملوك التاني أصحى 15 وعدد 14 كمان أيضا بنجد الصيغة اسم أخر اسم أخر اسم آخر موازي لاسم يساكر ابن يعقوب كذلك اسم آخر موازي لاسم القابلة شفرة هذه البرديات تعود زي ما قلت سوريا أنا قلت القرن 13 لا دي تعود إلى قرن السبعتاشر والتمنتاشر قبل الميلاد قرن السبعتاشر والتمنتاشر يعني احنا بنتكلم عن الفترة اللي كان فيها الإسرائيليين في مصر الفترة اللي كان فيها الإسرائيليين في مصر أي فترة ما بعد يوسف لما عاش إخواته في أرض مصر كعبيد في أرض مصر هتقول لي إيه أهميدي هقولك إنها بتأكد إنه كان في مصر عبيد عبرانين بس وبتأكد إنه العبرانين كانوا عبيد في أرض مصر هتقول لي بس مش بتأكد على الخروج لك أنا مش بكلمك على الخروج أنا بكلمك على مصداقية القصة الكتابية هل شعب إسرائيل عاش في مصر كعبيد ولا لأ طيب أجي حاجة تانية وحاجة مهمة أخرى في سجلات مصرية كتير بتحكي عن عبيد يصنعون الطوب عبيد بيصنعوا الطوب طب وعبيد بيصنعوا الطوب دي بنجدها فين هرجع أنا ليها وأرهلكم لكن خلونا نشوف هنا واحدة من مهام العبيد العبرانيين هي عمل الطوب أهو نطلع صفر الخروج ويس ونقرأ من خروج خمسة فأمر فرعون في ذلك يلاهم مسخر الشعب كان فيه مسخرين للشعب ومدبريه ما اللي بيدبر الأمور لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبهم ويجمعوا تبنا لأنفسهم يبقى الطوب كان بيصنع من التبن والطين يجمعوا التبن لأنفسهم ومقدار اللبن اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم لا تنقصوا منهم فأنهم متكسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذهب ونذهب لإلهنا لنسخر ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى الكلام الكذب فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست أعطيكم تبنا اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون أنه لا ينقص من عملكم شيء مسخرين مدبرين التبن الطين اللي بتعامل منه الطوب كل هذه الأمور هل يوجد في السجلات المصرية ما يؤكد ما يؤكد أنه فعلا كان في هذا العمل في مصر قديما ويس هذه الحقيقة تؤكدها رسمة وجدت في مقبرة رخمير وهو وزير مصري ويس وزير مصري في فترة حكم تحطمس الثالث تحطمس الثالث زي ما قلت فترة حكمه من 1504 إلى 1450 في فترة حكمه تحطمس الثالث كان هناك لأن أنا أؤمن أن تحطمس الثالث هو هو فرعون التسخير رخمير كتب وصور لنا الوضع في هذه الصورة الصورة صورة معروفة ومشهورة جدا تقولي الصورة دي في ايه الصورة دي فيها أولا المسخرين مسكين الكرباج ويس والعبيد بيصنعوا الطين ويحطوا عليه الأش أو اللي بيجمعوه وبعد ما يعملوها يحطوها في الشمس تبرد فالصورة دي بتقولينا بالزبط الوضع اللي كان موجود في مصر هي لا تجذب ولا تتجمل لكن أي واحد دارس لعلم الأثار المصري يعرف هذه الرسمة ويعرف أيضا تاريخها أنها تعود إلى زمن تحطمس الثالث الذي كان فرعون التسخير كويس بتوضح لنا حالة العبرانيين هتقولي بس ما بتقولش إن الخروج تم أقولك أنا بتأكد لي حاجة كتابية بتأكد لي إنه فعلا القصة الكتابية عن صناعة التين وال والتسخير والسخرية اللي كانت موجودة والعبودية اللي كانت موجودة حقيقية فإن كان الجزء حقيقي فليه هيجذب في الباقي قصة عن تسخير بني إسرائيل واستخدامهم لصنع الطوب وبناء مدينتين حقيقية وبعدين يجي واحد يقولك لا يوجد آثار تقول أن العبرانيين كانوا في مصر جبتها منين يا دكتور وسيم ده أنت دكتور وعالم يعني في المصريات يمكن عندك تفسير للرسمة للرسمة دي مختلف عن تفسير العلماء معرفش الصورة تظهر عبيد نبيين وكان عانيين يمزجون الطين بالتبن لصنع الطوب ثم يتركون لينشأ في الشمس كما تظهر المسخرون ممسكين بالعصى في أيديه ولما موسى خرج وليه المصري بيدرب العبراني وبسخره احتدت روحه فيه وقام ودرب المصري يعني كان فيه الواضح حالة الاجتماعية للعبرانيين كانت صعبة وتحطمس التالت كان هو فرعون التسخير طيب فيه هنا كمان اكتشفات في مدينة افريس واي حد فيكم على جوجل لو كتب اسم افريس هيجيل يعني معلومات كتيرة جدا عن هذه المدينة هذه المدينة هي مدينة قديمة تقع انقضها تحت مدينة رع مسيس كويس ويعود تاريخها لقرن التاسع قبل الميلاد التاسع عشر قبل الميلاد يعود تاريخ هذه المدينة وكانت عاصمة الهكسوس المدينة دي كانت عاصمة الهكسوس من 1640 الى 1530 كانت عاصمة الهكسوس هذه المدينة تبعد عن مدينة فاوس في الشرقية بمصر حوالي 8 كيلو فبتقع في محافظة الشرقية طب ايه اهمية هذه المدينة يعني احنا عندنا مدينة كانت عاصمة للهكسوس وايس وبعد لما خرجوا الهكسوس اتدمرت اثرهم وحاولوا يمحوا اثرهم واتبنت عليها فوق هذه الانقاض اتبنت مدينة رعا مسيس طيب قام بالتنقيب ودراسة هذه المنطقة علماء اثار استراليون بعث من بعث علماء الاثار من استراليا قامت بالحفر في المنطقة ويس واكدوا ان السكان الاصليين اكدوا ان السكان الاصليين لمدينة ابريس لم يكونوا مصريين بل كانوا كنعانيين لانها كانت هذه المدينة زي ما قلت كانت هي العاصمة للهكسوس والهكسوس كانوا كنعانيين يعني بعد لما شالوا الطبقة الاولى لمدينة رعا مسيس اللي اتبنت فوقها ونزلوا الى طبقات اسفل اكتشفوا في الطبقات الاسفل انه كان هناك مدينة قديمة هذه المدينة القديمة لم يسكنها مصريين بل ان سكانها كانوا كنعانيين عارفوا منين الادوات الفخارية والاسلحة كانت كنعانية احنا من 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 اللمبة اللي كانت بتولع ويس بالزيت زمان من شكلها بنعرف الزمن لانه ده تطور يعني زي زي التليفون ويس لو لو مسكت السيلفون من ايفون وان مثلا اللي طلع اول واحد هتقول انه ايفون وان ده زمنه وكذا كذا مع انه ما زال ايفون لكن لو مسكت ايفون فورتين ولا ففتين هتقول اه ده طلع من الفترة الزمنية كذا للفترة الزمنية كذا فمن شكل اللمبة والزيت اللمبة اللي بتولع في البيت نور كويس بنعرف انهي حقبة وبنعرف انهي مكان كمان فالادوات الفخارية والاسلحة تعتبر كنعانية كما ان تقسيم البيوت يعتبر تقسيم كنعاني يعني تقسيم البيوت في كنعان يختلف عن تقسيم بيوت المصريين يعني النهاردة مثلا بيوت المصريين الى حد ما والمباني الجديدة والفيلال الجديدة يعني مقتبسة من الغرب لكن حتى في الغرب حتى في امريكا يقولك البيت ده على كزا يعني كولونيال هاوس مثلا معروف الستايل بتاعه كزا مبني على الطريقة كزا شكل البيت كزا تقسيم كزا فبنعرف فهم عرفوا ان السكان الاصليين في المنطقة دي كانوا كنعانيين ولم يكونوا من المصريين ايه بقى كل الادلة دي بتقول لنا ايه هي هتقول لي طب ما فيش دليل قال لي انه الخروج اقول لك اه موجود بس ما نعرف قد يتم البحث في سيناء في هناك بعثات العلماء بينزلوا حتى تحت البحر الاحمر وينقبوا في اعماق البحر ويطلعوا اثار لعجلات حربية فرعونية قديمة غرقة في البحر لأسلحة مصرية قديمة يجدوها في البحر كل ده النهاردة شغل في العلماء وبيطلعوا حاجات لكن عايز اقولكو انه الفكرة الاساسية في الطعن في الخروج ليست في الطعن في الخروج كخروج لكنه الطعن في مصداقية البرناة في مصداقية البرناة انه ما كتب في كتاب المؤدس غير حقيق وما سجله الكتاب المؤدس أوهام وخرافات على فكرة تاريخ بني إسرائيل كله كتب من منظور الخروج كله كل الأصفار العهد الأديم التسعة وتلاتين سفر كتبت من منظور الخروج بمعنى إيه ما كتب قبل الخروج اللي هو إيه التكوين بيأكد لنا أنه إله الخروج الرب المخلص الفادي لشعبه هو هو الرب الخالق الذي خلق الكون وصنع شعب إسرائيل من دعوة الله لإبراهيم طيب وبعد الخروج كل مبنى على الخروج من أجل أنك كنت عبيد عبدا في مصر لأنكم كنتوا عبيدا في أرض مصر كل التاريخ بتاعهم اللي جي بعد كده بينظر إلى الخروج كحدث أساسي جوهري لوجود شعب إسرائيل كلمة الله صادقة وكل الكتاب موحى به من الله والرب يسوع نفسه أكد أكد تاريخية موسى تاريخية موسى اللي بتأكد تاريخية الخروج اللي بتأكد تاريخية الشريعة والنموس أتمنى أن هذه الحلقة تكون حلقة سبب بركة لحياتكم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر